السلام عليكم و اهلا بكم مجلة فوربس الامريكية كشفت عن وجود محادثات في مراحلها الاخيرة بخصوص صفقة اسلحة متطورة ما بين تركيا من جهة وبين 3 دول خليجية تم تحددهم بالاسم وهم السعودية والامارات وقطر دول من جهة تانية واحدة من الدول دي هي العامل الرئيسي لتركيا في صفقة الاسلحة اللي كشفت عنها مجلة فوربس طيب ايه هي بقى نوع الاسلحة اللي هتبعها تركيا لدولة من الثلاثة دول بحسب المجلة فالصفقة بخصوص صفينة هجومية برمائية اسمها تي سي جي انادول السفينة دي ادرع على حمل وتشريل درونز حربية متفوتة الاحجام عموما الاخبار الصفقة دي تم تسريبها في بداية شهر يوليو 2023 وكمان كان فيه تسريبات في اواخر شهر يوليو بعد تسريحات رئيس وكالة صناعة الدفاع التركية هالوك جورجون اللي قال انه في حالة نتجة اي تطورات ايجابية خلال المحادثات ما بين تركيا والدولة الخليجية اللي حتبيع لها السفينة فالدولة الخليجية اللي حيرس عليها البيع حتطلب من تركيا بناء رصيف حربي لهبوط الطائرات المروحية وعلى فكرة السفينة الحربية تي سي جي انادول كانت تركيا بتخطط لتسويقها بصورة قوية جدا لانها مصممة في الاساس عشان تحمل طائرات هليكوبتر او طائرات مروحية يعني بالاضافة لمقاتلات ذات اقلاع قصير وهبوط عمودي زي F-35B مثلا كده اللي كان المفروض هتاخدها من امريكا ولكن الخطة دي تم تعديلها بعد كده وده بسبب ان تركيا تم حرمانها من الحصول على مقاتلات F-35 بجميع اعتراضاتها بعد ما اشتريت تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 وطبعا كلنا عارفين التوتر اللي حصل في العلاقات التركية الامريكية بعد الصفقة دي مع روسيا واللي كانت نتيجتها ان تركيا تم طردها من برنامج F-35 برغم ان هي كانت مشاركة فيه وعلشان كده تركيا ما قدرتش ان هي تعمل حمل التسويق للسفينة الحربية بتاعتها بالشكل اللي هي كانت بتخطط له ولكن لان تركيا فقدت اهم ميزة كانت حتسوق بيها السفينة دي للعملة في الشرق الاوسط الا وهي انها حاملة لمقاتلات F-35 فبدأت انها تعدل في امكانيات السفينة الحربية وحولتها لسفينة حاملة لطائرات الدرونز وعلى فكرة مجلة فوربس برضو بتقول انه فيه امكانية ان السفينة دي تؤدي دور حاملة المروحيات اذا غربت الدولة اللي هتشتريها ان هي تحولها من حاملة درونز الى حاملة مروحيات ولكن في الاساس هيتم بيعها وتسويقها بوصفها حاملة درونز فقط لا غير طيب مين بقى الجيش الوحيد اللي موجود في منطقة الشرق الاوسط حاليا اللي بيمتلك سفن هجومية برمائية حاملة للمروحيات بصورة صريحة جدا اكيد الاجابة معروفة وهو الجيش المصري بس هو الوحيد اللي بيمتلك سفنتين هجوميتين برمائيتين من طراز مسترال صناعة فرنسية واللي فرنسا كانت في الاصل بتصنعهم لصالح روسيا ولكن الصفقة دي تعطلت او تلغت بسبب احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم سنة 2014 وفي النهاية قدرت مصر ان هي تستحوز على الصفقة دي وتضم قطعتين من اهم القطع الحربية في سلاح البحرية المصرية منذ انشاؤه لان الاول مرة في الشرق الاوسط يكون في جيش بيمتلك حاملتين للمروحيات وخلي بالك ان السفينة التركية من طراز تي سي جي انادول بيتم تسويقها على انها حاملة درونز مش حاملة مروحيات ولا مقاتلات وده بحسب تعبير المجلة الامريكية اللي نقلت التفاصيل دي عن طريق تسريبات من وزارة الدفاع التركية ده غيره اصلا انه مواصفات السفينة منشورة على الانترنت واي حد حابب ان هو يتأكد من اللي نشرتهم جلت فوربس يقدر يدخل الانترنت ويكتب بس اسم السفينة وحتطلع له كل مواصفاتها وامكانياتها بالكامل فبالتالي الجيش المصري حيكون برضو هو صاحب اليد العليا في المنطقة لان السفن اللي بيملكها حاملة مروحيات مش حاملة درونز وبالتأكيد حاملات الدرونز حتكون في مرتبة اقل من حاملات المروحيات بس الميزة عند تركيا ان تركيا هي اللي صنعتها فاحنا نتمنى ان احنا كمان نصنع زيها طبعا المرتبة الاعلى على الاطلاق هي حاملة المقاتلات واللي اتمنى ان الجيش المصري يمتلك ولو حاملت مقاتلات واحدة بس ولكن بحسب اراء كتير من الخبراء العسكريين فالجيش المصري مش محتاج لحاملات مقاتلات اطلاقا وده لان كل معارك المستقبلية ده اذا كان فيه معارك لقدر الله وان شاء الله ما يحصلش فالمعارك دي حتكون في محيط الاقليم الاريب يعني الجيش المصري مستحيل ان هو يتوغط في حرب على بعد الاف الكيلومترات زي ما فيه دول تانية بتوغط نفسها وبتبعد جيوشها ولا حتى بتروح تعمل قواعد بعيدة عنها وهي اساسا عندهم ثلاث جزر محررهمش المحيط الاقليم الاريب من مصر ده بيشمل امكانية الحرب مع اثيوبيا مثلا زي ما ناس كتير كانت بتتمنى ولسه بتتمنى علشان يخلص من قصة سد النهضة تماما مع ان قصة الحرب حاليا اصبحت مستحيلة لان السد اتحول خلاص وبشكل نهائي الى قنبلة مائية ولو حصل في شرخة او تصدع فقول يا رحمن يا رحيم على دولة كاملة اسمها السودان فحتى لو مصر كانت حربة اثيوبيا فهي كانت حتستخدم قواعدها الجوية الجنوبية او حتى القواعد الجوية السودانية لضرب سد النهضة مع العلم ان اساسا مصر عندها القدر الجوية على ضرب اثيوبيا من داخل الاراضي المصرية سواء بالصواريخ او حتى بالطيران الطيران المصري يقدر يروح ويرجع من غير ما يريح في السودان احنا عندنا بفضل الله سلاح طيران فيه طيرات مداها بيعدي الى 4000 كم يعني يروح ويرجع براحته باختصار مصر ايدها طيلة ووصلة قوي ومصر مش هتروح تحارب اليابان ولا الصين يعني علشان تحتاج لحاملات طائرات مع ان وجودها مهم جدا وبيدي نوع من الهيبة كده لسلاح البحرية ولكن وجودها مش مفيد استراتيجيا او خلينا نقول مش محتاجينه دلوقتي ده بخلاف ان تمنها غالي جدا ومصاريف تشغيلها عالية جدا 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 لكن مين عارف ممكن كل حاجة تتغير في المستقبل وربنا يكرمنا ويكون عندنا حاملات مقاتلات وانا اتمنى من كل قلبي طبعا ان الامنية دي تتحقق ولكن حاملات المروحيات اللي عندنا تكفي وزيادة في الوقت الحالي على اي حال مجلة فوربس بترجح ان العميل اللي هيشتري السفينة حاملة الدرونز من تركيا حيكون اما الجيش السعودي او الجيش الاماراتي استبعدة الجيش القطري من الصورة وده لان السعودية زي ما احنا عارفين وقعت مع تركيا اتفاقية لتصنيع احدث نوع من الدرونز التركي داخل السعودية وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة ولي العهد يدمر قطر وقلنا ازاي ان التعاون الاقتصادي ما بين السعودية وتركيا يتحول لتعاون عسكري من خلال تصنيع الدرونز التركية محليا على ارض المملكة العربية السعودية فبالتالي السعودية هيكون عندها اسطول من الدرونز فاكيد محتاج القطعة بحرية من النوع ده خصوصا اذا كان في مواجهات ما بين السعودية والحوثيين مستقبلا وما ننساش كمان ان الحوثيين بيمتلكوا اسطول من الدرونز الايراني فبالتالي السعودية هي العميل الاكثر ترجيحا بالنسبة لمجلة فوربس اما بالنسبة للامارات العربية المتحدة فهي تعتبر اكبر عميل للدرونز التركية سنة 2022 لانها اشتريت 120 طيارة من نوع برقدار تي بي تو فممكن تكون الامارات محتاجة نوعية دي من السفن لان عندها اسطول ضخم من الدرونز ده غير ان مجلة فوربس بتقول ان الامارات بتسعى من فترة لتطوير سلاح البحرية الاماراتي المتواضعة نقلت الصحيفة رأي المحلل السياسي كينيث بولك اللي نشره فورقة بحثية سنة 2020 حوالين القوات المسلحة الاماراتية وقال ان دولة الامارات مدركة تماما ان اسطولها البحر الحالي متواضع وغير كافي لتنفيذ المهام المكلف بيها او اللي ممكن يكلف بيها مستقبلا ومع ان الامارات عندها بعض الصفن الهجومية البرمائية ولكنها بتقرب في زيادة اعداد القطع الحربية البحرية اللي عندها فبالتالي السعودية والامارات واحدة منهم هتكون هي صاحبة صفقة سفينة تي سي جي انادول ولكن السؤال اللي انا بفكر فيه دلوقتي هو ايه اهمية سفينة حربية حاملة للدرونز وكمان صناعة تركية طبعا التكنولوجيا كلها مستوردة وبعض القطع الكتير جدا من البرمائية مستوردة ولكن مش ده موضوع السؤال يعني ايه هي شكل الحرب اللي ممكن تتم عن طريق الدرونز يمكن عشان انا مش خبير عسكري ومعنديش ثقافة عسكرية تخليني اتخيل شكل الحرب دي هيكون ازاي بس انا شخصيا يعني اتصور ان الحرب مش بتكون حاسمة الا عن طريق استخدام المقاتلات في المهام الاول وتيجي بعدها المروحيات الهجومية لكن فكرة انه يتم تخصيص سفينة حربية كاملة وتكون حاملة للدرونز بس فانا بصراحة مش عارف مدى فعالية الحرب اللي ممكن تتم ادارتها من خلال طائرات درونز ولكن على اي حال اكيد دي حتكون اضافة نوعية سواء للبحرية السعودية او الاماراتية انا بصراحة التزمت بنص التأرير اللي نشرتهم جلة فوربس الامريكية لانه زي ما قلت انا مش خبير عسكري انا بس حاولت انقل لحضراتكم اللي تم نشره في الصحافة الامريكية بخصوص الصفقة دي وحاولت اني ابصت المعلومات قدر الامكان ياريت حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات هل انتوا شايفين ان سفينة حربية بالمواصفات اللي تم ذكرها خلال الحلقة تستاهل من السعودية او الامارات يتسابقوا على شراءها من تركيا ولا شايفين ان شراء حاملت مروحيات زي المستغال هيكون افيد للبحرية السعودية او الاماراتية وشافكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته